طبيعي الراجل اللي وصل في البركز السادس اللي عمل بينكو سين كده ما هو أقرب للمؤجزة في ظروف صعبة جداً هيجيله عروض طبيعي ده المداربين اللي مش بيعملوا كده وحيانا بيهبطوا بيجيلهم عروض انت أكيد جاء لك عروض لما جاءت لك العروض ديت وربما إمكانيات أكبر من الإمكانيات اللي موجودة فيهم هي إمكانيات محترمة اللي موجودة فيهم بس ربما إمكانيات أكبر كمان ما فكرتش؟ خلينا بس نكري بحاجة مهمة جداً لنادي أمبي نادي كبير وأنا في نادي كبير وفي نادي محترم وفي نادي منظومة رائعة جداً وناس محترمين جداً ده رقم واحد رقم اتنين أنت مركز على هدف أنا نفسي أعمل جيل لنادي أمبي ونفسي أعود شوية يعني أعود شوية جوا نادي أمبي لأن أنا فعلاً عايز أعمل لهم جيل زي الأجيال اللي كنا بنتكلم عليها زمان ونفسي الهوية ترجع ودي أكتر حاجة بقى مبسوط بيها بوس يا كريم احنا عندنا ثلاث أرقام مهمين جداً جوادين الرقم الأولى أن احنا بقى نادي سنتين أو سنتين وشوية أو ثلاث سنين ما كسبناش ماتشين واربعاً صح دي تحققت صح من 2016 تقريباً ما كسبناش خمس ماتشات واربعاً لو من 2016 وش عارف رقم كده مش فاكر ما كسبناش خمس ماتشات واربعاً هميكلم في سبعة تمان سنين تقريباً من 2016 تقريباً أو حاجة بلعبنا السمي فينال كاس مصر والحمد لله ده الرقم تحقق آخر عشر ماتشات على ملعبك وقف بقى عندي دي شوية آخر عشر ماتشات على ملعبك انت كسبتهم سواء دوري أو كاس فالنهار ده الهوية بتاعتين أنا قبل ما يجي مكسبناش شواء ماتش على ملعبنا وكننا بنفكر نحنا نغير الملعب وعارف أصوات بقى جوادتي اه كابتن الملعب ده واضح مش مش معاً الملعب ده مش مش علينا فيش كلام ده في الكورة ايوه الكورة مفاش الكلام ده جماعة اه كابتن بقى شوية أصوات بقى جوال حواليك بقى اه كابتن طب ما تيجي نشوف ملعب تاني طب ما نفكر حباب نكسبش احنا بقى ندور بالبلد دي كده تعالى من غير عتبة مثلا احنا آخر عشر ماتشات على ملعبنا كسبناهم فالهوية بتاعت امبي بدأت ترجع تاني وانا قلت بقول لهم محدش جاعة كان زمان لما تروح معاً تلعب امبي في امبي ده انت شاهل هم قد كده ماتش صعب جدا بنجوم امبي الكبار بمدربينهم الكبار بالكلام دي كل فالفكر ان انت عايز ترجع الهوية تاني وده نقطة بقى مهمة جدا لازم تدوس عليها شوية وتعمل جيل امبي احنا عندنا متوسط العمر صغير جدا احنا تقريباً متوسط العمر عندنا 24 سنة و24 سنة ونص يعني تقريباً فمتوسط العمر صغير جدا فانا حايز اكمل مع الجيل ده شوية نحمل جيل للنادي وتسيب بصمة مهمة جدا طب ده هدفك وده هدف عظيم جدا هدف رؤية جدا